يقول فضيلة الشيخ افتقكم الله يوجد في بلدنا من يسمي نفسه بعبد الرسول وإذا انكر عليه قال أنا لا أعبد الرسول ولكن أقصد أني خادم للرسول لا يجوز هذا لا تعبد الأسماء إلا لله سبحانه وتعالى قال ابن حزم رحمه الله أجمع على تحريم على تحريم تعبيد لغير الله عز وجل على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاش عبد المطلق فلا يجوز تعبيد الأسماء للرسول ولا لغيره أنت عبد لله وليست عبدا للرسول ولست خادما للرسول خدام الرسول في حياته وفي وقته أما أنت تعبج للرسول أو عبد النبي أو عبد فلان هذا لا يجوز هذا مخرم في الإسلام نعم